موسيقى منعاني من بداية السنة من نقص معلم اللغة العربية حاولنا مع المدرسة حاولنا مع مدرية التربية مشكورة وطلبت من وزارة إلا أنه المشكلة أنه تخصص اللغة العربية كذكور مفقود والإناث حاولت المدرية أنه سير مزج في المدرسة فما قبلوا الأهالي لأنه مجتمع محافظ ما قبلون المعلمات يجن درسا في جابونا أول مرة معلم إضافي وخلص شهر وراح والآن حلونا حل مؤقت في الفصل الأول جابونا معلمة إضافي وصار ترتيب مع المدرسة بنات عائشة بحيث فرغوا صفين أن الطلاب يطلعوا من مدرسة الطيب الأساسي الذكور لمدرسة الإناث مشان يخذوا حصة اللغة العربية الآن نحن راجعنا مدير التربية الجديد ووعد أنه فيه كتبات للوزارة وإن شاء الله على الفصل الجديد يكون لقوا تخصص لغة عربية يتعين مشان يحلوا المشكلة وإذا ما صار أنه ما لقوا في المنطقة أو دوان خدمة مدنية راحين يظلوا يشوفوا معلمة نفسها بس بترتيب آخر يكون أفضل من الوضع الحالي الحمد لله لا يوجد هناك ما يعكر صفو مسيرة عملية التربية والتعليمية التعلمية في تربية لواء البتراء إلا أن هناك في بعض نقص في بعض التخصصات ولسيما الذكور لذلك من هذا المنبر أنا بشيد بأبناء طلبة الثانوية العامة أن يأخذوا على عاتقهم بدراسة مثل هذه المواد كالرياضيات والفيزياء والكيميا واللغة الإنجليزية وحتى اللغة العربية لا زال هناك عدد لا يستعم به على حساب التعليم الإضافي مما يعني أن هناك نقص بهذه التخصصات لذلك هي رسالة لجميع أبناء الطلبة بأنهم يقوموا بدراسة هذه المواد حتى يضمنوا أو شيء استقرار في العمل ثانيا استقرار في أماكن تواجدهم